بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا ومرحبا بكم إخواني وخواتي وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح أخواني الكرام وخواتي الكريمات من القضايا المهمة التي يجب أن تكون حاضرة دائما معنا قضية اليوم الأمانة وعظمها وخطر التفريط فيها هذه الأمانة التي ذكر الله عز وجل أن الجبال أبت أن تحملها والسماوات أبت أن تحملها قال عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذه الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض والجبال التي تحملها حمل هذا المخلوق الضعيف الصغير وهو هذا الإنسان لذلك هذه الأمانة بلا شك أن الواجع المسلم يؤديها على وجهها وإلا يكون هذا الإنسان آثما مسؤولا عنها أي سيسأل عنها يوم القيامة فعلينا جميعا نحرص على تحقيق هذه الأمانة وأدائها على الوجه الذي يريد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا دين لمن لا أمانة له ولا أمانة لمن لا عهد له لا دين لمن لا أمانة له لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم نفى الدين عن هذا الإنسان الذي يفرط في هذه الأمانة فالقضية خطيرة والمسؤولية عظيمة فعلينا جميعا نستشعر معناها ونخاف من أن نكون متسببين في التفريط بها من صور الأمانة التي نعيشها في أيامنا هذه التي نعيشها اليوم هي قضية اليوم اختيار الناخب لهذا المرشح الكفر الأمين الذي يخاف الله عز وجل ويخاف كذلك على بلده ويخاف على أيضا مصالح الناس ويقوم بهذه المسؤولية والعظيمة على الوجه الذي يريد الله منه فهذا من الأمور التي تجعل الإنسان دائما يخاف ويرهب حينما يقدم في داخل مقار الانتخاب ويعطى ورقة اليوم التصويت لفلان من الناس واجبها أن يضع الله عز وجل أمام عينه ويضع الأمانة أمام عينه ويضع المسؤولية اليوم الملقات على عاتقه أمام عينه حتى لا يتحمل وزر اليوم تنصيب من ليس بكفر وتصدير من ليس أهلا وإبراز الخائن الذي يخون بلده ويخون أمانته ويكون همه الأكبر هو تكديس الأموال وجمع الثروات وتكثير الأرصدة ولو أدى به الأمر إلى تضيع مصالح الناس وتضيع قيمهم وثوابتهم وأخلاقهم وأموالهم فهذه للأسف الشريدة أنها مسؤولية على الجميع أن يعيها وأن يتق الله عز وجل فيها ومن الأمور التي ينبغي أن يكون معيار والاختيار فيها اليوم هو النظر في هذا الإنسان المرشح اليوم بعض الناس يعني أجبتني تمثيل جميل قال بعض الناس اليوم لو جاء يخطب بنتك أو يخطب أختك ربما سألت عنه عشرات المرات وحرصت أن لك لا تزوجه إلا بعد أن تسأل عنه وتتحرى وتتثبت وتفتش وتنظر في أصحابها والمحيطين حولها والزملاء في العمل ولذلك تجد وسعك في أنك تعرف كل تفاصيل هذا الإنسان بينما تجد الإنسان عند ورقة الانتخاب تجد هذا الإنسان للأسف الشريد يضع هذا الاختيار عند هذا الإنسان دون أن يسأل عنه حتى لمرة واحدة ولا حتى يفكر في مقومات اختيار هذا الإنسان أمانة كفاءة صراحة تدينة حرصة خبرة للأسف الشريد وهذا نوع من التناقض الذي يعيش بعض الناس نسى الله عز وجل أن يعافينا وإياكم للحديث بإذن الله بقية بعد هذا الفاصل مرحبا بكم إخواني وإخواتي وعودة لما كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل وكان الحديث حول قضية اختيار الناخب لهذا المرشح وهذا المتصدر اليوم للانتخابات هناك معايير يجب أن يضعها الناخب أمام عينه وهناك أيضا في اختيار هذا المرشح وهذا من الأمور المهمة جدا أولا أول هذه المعايير هو دين هذا الإنسان حرص هذا الإنسان على الصلاة حرصه على الخير حرصه على تقوى الله عز وجل لذلك أي واحد اليوم يقطع صلة بالله عز وجل لا تتوقع أنه سيصل صلته بالمخلوقين أي واحد اليوم ليس بينه وبين الله عهد ولا حرص على أداء هذه الفريضة التي هي فريضة الصلاة لا يمكن اليوم أن يكون هذا الإنسان مؤديا الأمانة على الوجه المطلوب ولذلك بلا شك أن هذا أول معيار أول معيار ولذلك كل من كان لله تقيا خائفا منه بلا شك أن مثل هذا مدعاة أن يكون هذا أحد من تختارهم الأمر الثاني أيضا أن يكون هذا الإنسان أمين لم يعرف عنه اليوم في تاريخه سرقه ولا رشوة ولا اختلاس ولا تعدي على المال العام ولا أكل أموال الناس بالباطل هذا أيضا معيار مهم جدا لأن الذي يتجرع على القليل سيتجرع على الكثير وإذا كان هذا الإنسان لم يؤتمن في أشياء يسيرة لا تتوقع أنه سيكون أمينا على ما هو أعظم من ذلك من الأشياء الكبيرة الأمر الثالث أن يكون هذا الإنسان قوي قوي في الحق ليست قوة الجسد إنما قوة في الحق ولذلك الله عز وجل في مقومات اختيار اليوم هذا الإنسان الذي يكون كفئا قال إن خير من استأجرت القوي الأمين إذن القوة والأمانة ممكن يكون بعض الناس أمين ممكن بعض الناس تقي ممكن بعض الناس مصلي لكن لا يكون عند القوة وذلك هذه القوة تجعله للأسف يضعف أمام المغريات عدم وجود القوة أمام المغريات يضعف اليوم أمام الأموال يضعف اليوم في المواقف التي تحتاج إلى صلابة إلى شجاعة إلى قوة يجعل بعض الناس هذه كلها للأسف الشديد ليست لها قيمة لماذا لأنك اخترت من ليس قويا فهذا أيضا من المعايير المهمة في الاختيار وجود القوة وجود الأمانة وجود الصلاح هذا أمر مهم جدا أيضا الأمر الرابع وجود المفاضلة ممكن يكون عندك اثنين مشتركين في الصلاح مشتركين في القوة مشتركين في الأمانة لكن أحدهم يتميز عن الآخر لذلك إذا اجتمع فاضل أو اجتمع فاضل و اجتمع أفضل فإنك تختار الأفضل إذا عندك فاضل رجل فاضل وعندك رجل أفضل منه لا شك أنك تختار الأفضل فهذا هو المعيار أن يكون عندك اليوم التفاوت الذي يجعلك اليوم تختار من هو أفضل عن ذلك الفاضل فهذا من الأمور التي يجب أن تكون معيار للاختيار عند كل إنسان منه اليوم فهذه معايير مهمة جدا ومعايير للأسف الشديد لما ضيعها بعض الناس حينما اختاروا من ليس صالحا ومن ليس كفا ومن ليس أمينا ومن ليس قويا رأينا للأسف الشديد كيف أنهم تساهلوا في حقوق الناس وفرطوا في الأمانة وأصبح أهم الواحد منهم فقط اليوم جمع الأموال وتكنيز الثروات وزيادة الأرصدة ولو أدى به إلى أن يضع للأسف اليوم حقوق الناس وراء ظهري أو تحت قدمه آخر ما يفكر فيه والسبب نحن لذلك نقول اليوم المرشح الفاسد الغير صالح الغير كفو بداية وجوده وتنصيبه لم يكن ليكون لو لا أن هناك ناخب أيضا غير صالح وناخب للأسف الشديد عنده سوء اختيار أدت إلى هذه النتيجة المأساوية فبلدنا علينا جميع أن نحرص عليه وأن نختار له الكفر والأمين نتق الله فيه هذا البلد الذي قدم لنا الكثير أقل ما يجب علينا تجاهه أن نختار من يقوم بمسؤولية على الوجه الصحيح الذي يخاف الله ويتقيه على الدواء أسأل الله لكم التوفيق والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر